قرار استباقي لاتخاذ ما يلزم من إجراءات احترازية في مواجهة تفشي فيروس جدر القرد أو المتداول أيضا باسم جدر النسناس وجهت وزارة الصحة باتخاذ إجراءات احترازية أبرزها إيقاف استيراد الحيوانات وخاصة القرد الصحة رجحت تسجيل العرق بإصابات ولو بنسبة ضئيلة بشدة نقل من شدة مرض الجدري القديم المرض الذي انتشر في عام 1970 لا يوجد له علاج أو لقاح لكن ظهره بشكل مفاجئ خارج إفريقيا نشر الخوف والذعر في دول مختلفة حول العالم منظمة الصحة العالمية أكدت أن المرض ينتمي إلى عائلة الفيروسات نفسها المسببة للإصابة بمرض الجدري المعروف ولكنه يسبب أعراضا أكثر اعتدالا إذ يعاني معظم المرضى من الحمى وألام الجسم والقشعرير والتعب وقد يطور الأشخاص المصابون بمستوى أكثر خطورة للمرض طفح جلديا وبثورا على الوجه واليدين يمكن أن تنتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم وتبلغ فترة حضانة الفيروس المسبب لهذه الإصابات من حوالي خمسة أيام إلى ثلاثة أسابيع ويتعافى معظم الناس في غضون أسبوعين إلى أربعة أسابيع دون الحاجة إلى دخول المستشفى وهي الفترة الفاصلة بين مرحلة الإصابة بعداوة ومرحلة ظهور أعراضها لكن يمكن أن يكون جدر القروض قاتلا من نسبة تصل إلى واحد من كل عشرة أشخاص كما يعتقد أنه يكون أكثر حدة عند الأطفال والحوامل ومن يعانون ضعف المناعة لذا كان تصدي العرق مبكرا لجدر القروض باتخاذ محافظات عرقية إجراءات مبكرة قرارا في الاتجاه الصحيح سيما أن البلد يتعافى حاليا من وباء كورونا الذي أهلك البلاد والعباد ترجمة نانسي قنقر